الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم سعادة الدنيا والآخرة وأسأله أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا وأسأله للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونتشرف جميعا بأن نقرأ عددا من حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام العلامة البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيحا جناته فلعلنا أن نأخذ شيئا من الأحاديث التي رواها هذا الإمام الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه الأيمن فانفكت قدمه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فدخلنا عليه نعوده فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فقال عمر له أطلقت نساءك قال لا ولكني آليت منهن شهرا ونزل لتسع وعشرين فدخل على نسائه فقالوا فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون قوله في هذا الحديث ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فالصريع أي أنه سقط وخر من هذا الفرس قال فجحشت ساقه أي أصيبت إصابة شديدة يخرج منها الدم وأثرت على مشيه أو قال كتفه أو قال كتفه الأيمن فانفكت قدمه أي أن القدم لم تعد متركبة مع عظم الساقي قال وآلا أي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي نساءه شهرا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له أي غرفة مرتفعة عن الأرض درجتها من جذوع الجذوع من النخل يضعونها درجا ويقطعونها لتكون درجة قال أنس فدخلنا عليه نعوده أين زوره زيارة المريض فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد لأنه لم يستطع القيام قال أنس فصلينا وراءه قعودا فأتاه أصحابه يعودونه أي يزورونه زيارة المرض قال فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم نبههم بأنه إذا صلى جالسا صلوا معه كذلك فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به وليسار على طريقته فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا كبر فكبروا الفاء تفيد التعقيب بحيث يكبر الإمام أولا وإذا ركع الإمام فيركع المامومون وإذا رفع الإمام من الركوع فيرفع المامومون وإذا قال الإمام سمع الله لمن حميده فإن المامومين يقولون ربنا ولك الحمد وإذا سجد الإمام فإن المامومين يسجدون بعده وإن صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه اعتزل نساءه وأقسم أن لا يأتيهن شهرا أطلقت نساءك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا ابنة عمر حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لم يطلق نساءه قال ولكني آليت أي أقسمت منهن شهرا فأقسمت أن لا آتيهن شهرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي تسع وعشرين ليلة فدخل على نساءه فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا ولم يمضي إلا تسعة وعشرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يعني ذلك الشهر الذي أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاملا وإنما كان شهرا ناقصا وأنتم تعلمون أن الأشهر القمارية بعضها ناقص فيكون تسعة وعشرين وبعضها يكون تاما فيكون ثلاثين يوما فهذا الحديث فيه فوائد من هذه الفوائد جواز ركوب الفرس وفيه أيضا تحرز الإنسان عند ركوبه للفرس وفي الحديث جواز الصلاة في السطوح وفي الأدوار العليا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشربة وفي الحديث أيضا جواز ارتفاع البنيان ووضع البناء العالي وأنه لا حرج في ذلك وفي الحديث وضع الغرف والمحال للعالية المشريفة على الغير وفي الحديث جواز أن يقسم الإنسان أن لا يأتي أهله لمدة الشهر وقد قالت تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاء فهذه الآية أجازت الإيلاء إلى أربعة أشهر وأما ما بعد ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقسم على ترك أهله مدة أكثر من ذلك فإذا أقسم فإنه يخير بين أن يكفر عن يمينه وبين أن يطلق أهله وفي هذا الحديث استعمال جذوع النخل ووضع البناء منها وفي الحديث استعمال الخشب في بناء البيوت وفي الحديث مشروعية عيادة المرضى ولو كانوا من ذوي الشأن والمكانة كما عاد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن المريض العاجز عن المشي يصلي في بيته ويصلي مع من يكون حوله وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإمام إذا صلى قائما في صلاته فإن من خلفه يصلون قياما لمن كان قادرا منهم على القيامة وأخذ من الحديث أن الإمام إذا صلى جالسا لعله فإن من خلفه يصلون جلوسا وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأموم القادر على القيام لا يصلي جالسا ولو صلى إمامه جالسا قالوا لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خرج إلى الناس وكان أبو بكر يصلي بالناس فجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر يقتدي بصلاته وهو قائم والناس يقتدون بصلات أبي بكر قالوا فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وصلى من معه قياما والأولون قالوا بأن هذا الحديث في من ابتدأ الصلاة قائما فإن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما ولذا صلى من خلفه قياما فمن ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس فإن من خلفه يصلون قياما وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس فإن من وراه يصلون جلوسا وفي الحديث أن صلاة الإنسان جالسا على الأرض خير من صلاته قاعدا على كرسي ونحوه وفي الحديث اقتداء المأمومين بالإمام فيما يؤديه من أفعال الصلاة وأن الإمام يكتدى به وفيه أن الأصل أن يكون المأموم متابعا لإمامه في أفعاله وفي نياته فلا يصلي مأموم مع إمامني إلا إذا اتحدى في الصلاة كما قال الجمهور خلافا لإمام الشافعي وفي الحديث مشروعية تكبيرة الإحرام في أول الصلاة وفي الحديث دلال على أن هذا التكبير واجب فإنه أمر به فقال فكبروا وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وفي الحديث أن تكبيرات المأمومين تكون بعد تكبيرة الإمام فإنه قال فإذا كبر فكبروا والفاو تفيد التعقيب وفي الحديث مشروعية الركوع في الصلاة وفيه أن الركوع واجب مأمور به وفيه أن ركوع المأموم يقع بعد ركوع الإمام وفيه أن المأمومين يتحدون في وقت ركوعهم وفي الحديث مشروعية الرفع بعد الركوع والأمر بذلك وفي هذا دليل لقول الجمهور بأن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به هنا فقال فارفعوا وفي الحديث أن رفع المأموم لا يكون إلا بعد رفع الإمام وفي الحديث أن الإمام يقول عند الرفع سمع الله لمن حميده واستدل طائفة بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد ولكن قد ثبت أقول الإمام والمأموم والمنفرد لهذه اللفظة في غير ما حديث ومن ثم فالصواب أن الإمام يجمع بين الذكرين وفي الحديث أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حميده وإنما يقول ربنا ولك الحمد وفي الحديث أيضا من الفوائد جوازوا أن يقال ربنا ولك الحمد وقد وردت بألفاظ متعددة منها بإثبات الواو وبنفيها ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وكذلك مرة ورد بإثبات اللهم اللهم ربنا ولك الحمد وكلها جائزة ويجوز للإنسان أن يتلفظ عند الرفع بأي واحد من هذه الأذكار وفي الحديث مشروعية السجود في الصلاة وأنه ركن من أركانها وفي الحديث أيضا أن الإيلاء ليس طلاقا بنفسه والإيلاء هو قسم الزوج ألا يأتي زوجته فإن كان ذلك في أقل من أربعة أشهر جاز له أن يمضي على يمينه ولا يعد ذلك فرقة ولا طلاقة وأما إذا أقسم أن لا يأتي أهله مدة أكثر من أربعة أشهر فإنه حينئذ لا يجوز له ذلك ويخير بين أن يكفر عن يمينه ويعود لزوجته أو يطلق زوجته وقد اختلف أهل العلم في من آل مدة أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر هل تقع الفرقة بمجرد مضي الزمان كما قال الإمام أبو حنيفة أو أن القاضي بعد مضي الأربعة الأشهر يطلب من المولي فيقول له إما أن تطلق وإما أن تكفر عن يمينك وقد قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فقوله فإن فاءوا دليل على أن الفيئة قد تكون بعد الأربعة أشهر مما يدل على رجحان مذهب الجمهور في أنه لا تقع الفرقة بمجرد مضي المدة وفي هذا الحديث سؤال الرجل هل طلقت زوجاتك وفي الحديث أن أحكام الهلال معتمدة على الرؤية وأن الأشهر تعتمد على رؤية الهلال وفي الحديث أيضا اعتماد التاريخ القمري في حساب المواقيت كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شارا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم والناظر في أحكام الشريعة يجد أنها بنت أحكامها على التواريخ القمرية فعيد الفطر وعيد الأضحى لا يعرفاني إلا بالتاريخ القمري وهكذا أيضا صيام شهر رمضان لا يعرفي إلا بالشهر القمري وهكذا وجوب زكاة المال فإنها تجب في العام مرة والعام هو العام القمري وهكذا موسم الحج لا يعرف إلا بالتاريخ القمري وهكذا صيام أيام البيضة وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام العدد والإيلة وغيرها من الأحكام الشرعية التي تتم إناطتها بالتاريخ القمري لا بالتاريخ الشمسي كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ومن هنا فإن الذي يحسن بأهل الإسلام أن يعتمدوا التاريخ الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية وتعرف به أركان دين الإسلام وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت ويتيم في بيتنا وراءه والعجوز أمي أم سليم من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف قوله في هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنس هو عم إسحاق هذا من أمه فعبد الله وأنس أمهما واحدة هي أم سليم وأبو طلحة زوج والدة أنس رضوان الله على الجميع قال إن جدته مليكة وهي أم أمه أم أم سليم دعت أي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر إليها من أجل أن يتناول طعاما قد أعدته له وصنعته من أجله فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم قال قوموا أي قفوا فلي أصلي لكم أي سأصلي بكم صلاة تشاهدونني فيها وتقتدون بي فقال أنس فقمت إلى حصير لنا والحصير فراش يصنع من خوص النخل ونحوها قد اسود أي تغير لونه من طول ما لبس أي ما استخدم وجلس عليه قال أنس فنضحته بما أي رششته بما من أجل أن يبرد وأن يزول عنه بعض أثره فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس وصففت ويتيم في بيتنا وراءه أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز أمي أم سليم هذه والدته وليس جدته من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أي سلم من صلاته فهذا الحديث فيه عدد من الأحكام منها دعوة المرأة الكبيرة للرجل بأن يحضر وليمة عندها إذا كان من يرتب له أمر الوليمة من الرجال وفي الحديث أيضا من الفوائد مشروعية صلاة الجماعة للنافلة متى لم يكن ذلك بترتيب دائم فكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة نافلة وفي الحديث أيضا جواز الصلاة على الحصير وفيه أيضا تسمية الفرش لباسا بحيث تأخذ أحكام اللباس فكل ما منع منه في اللباس فإنه يمنع منه فيما يفرش على الأرض ومن أمثلة ذلك أنه لا يجوز أن توضع فرش الرجال من الحرير ولا من الذهب لأن الفرش تسمى لباسا والرجال منهيون عن لبس الحرير ولبس الذهب وفي الحديث أيضا جواز استخدام الشيء بعد طول مدة استخدامه حتى ولو تغيرت بعض صفاته وفي الحديث رش ما تغير لونه بإلمان وفي الحديث أنه إذا صلى مع الإمام رجلان فإنهما يصفان خلفه وفي الحديث أن المرأة لا تصاف الرجال وإنما تصلي خلفهم لكن لو قدر أن امرأة صلت في صف الرجال نقولنا خالفة السنة لكن لا تبطل صلاتها ولا صلاة الرجال كما قال الجمهور وقال الإمام أبو حنيفة بأنه إذا صلت المرأة مع الرجال في صف واحد بطلت صلاتهم وفي الحديث أن المرأة تكون صفا لوحدها بخلاف الرجل فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف وهذا في الرجال وأما في النساف حديث الباب دليل على أن المرأة إذا صلت في صف وحدها جاز ذلك وصحت صلاتها وفي الحديث أن النساء يصلين خلف الرجال وفي الحديث أن صلاة التطوع تكون بركعتين ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله مباركين أينما كنتم ورفع الله درجاتكم وغفر ذنوبكم كما نسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا لأحوالهم واستقامة لأمورهم ورفعة في درجاتهم وإدرارا وبركة في أرزاقهم اللهم تولهم من عندك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقوا لا تأمرنا لكل خير وجازهم خير الجزاء وأعقبهم العاقبة الحسنة وكن معهم مؤيدا ونصيرا على الخير والهدى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين موسيقى موسيقى موسيقى